مصدر داخل النادي الاهلي قال لرقم 10 كمان ان مارسي كولر طلب تقرير مفصل عن حالة بيرستاو في الفترة الماضية سواء الطبية او الفنية وانه طلب من الجهاز الطبي والمعاون انه يتم تجهيز اللعب للمرحلة اللي جاية سريعا جدا مصدر قال ان رجلة التخطيط بالنادي الاهلي كانت بلغت كولر ان في رغبة لرحيل بيرستاو عن النادي الفترة اللي جاية لكن كولر قال انا مش هقول اي حاجة عن بيرستاو اللي لما شوفه في الملعب في التدريبات في المباريات وبعد كده هقول رأيي في هذا الامر